مرحباً ستودينتس اليوم لدينا صفات وضمائر التملك نجي نشوف شنو هاي الصفات وضمائر التملك أولاً عندي صفات التملك مثل my, your, his يأتي بعدها المملوك غالباً يعني مثل أقول my car your pen وهكذا رقم اثنين ضمائر التملك مثل mine, yours, his هناك قلنا صفات هنا ضمائر تأتي في نهاية الجملة دائماً يعني ما يجي بعدها شيء نجي إلى ضمائر التملك اللي هن mine his جاي من he ملكه hers ملكها ours ملكنا أو لنا theirs ملكهم أو لهم yours ملكك صفات التملك my, his, her, our, their, your يعني من أريد أسأل أقول whose book is this يقول it's mine ها شيء these are their books هذه كتبهم they are theirs إنها ملكهم نجي إلى حرف الجر buy والon الباي تعني بواسطة تستخدم مع وسائل النقل مثلاً سيارة باس قطار وهكذا يعني buy bus buy car buy train buy boot buy plan on food مثلاً I go to school on food أذهب إلى المدرسة مشياً على الأقدام إذا عندي باس آني أو سيارة I go to school buy car عندي هذا الجدول يكتب في الدفتر مع الترجمة وأيضاً هذا الجدول حروف الجر تكتب وتحفظ مهمة Thank you